عسل ما نسل كل باليت من ماركة لوفلي اسمها سوربرايزمي واللون امتاحه هو أوشان لاجون هل انها تستحق التجربه او لا خليكم معي في الفيديو هذيه مش نعطيكم رأيه في الباليت هذي الباليت شكلها عادي بسيط هي رفيعة صغيرة حجمها صغير وخفيفة من الداخل ما فيهاش مرية والالوان الباليت يعني هي ميلة اكثر على الالوان الزرقاء فيها فقط لون اصفر ولون فضي الفينيش متاع الشادوهيت اربعة منهم الفينيش متاعهم مات والباقي متاليك الالوان تركيزها اه الاغلبية تركيزها جيد خاصة الالوان الميتاليك بالنسبة للالوان المات فما صعوبة كبيرة في الاستعمال متاحهم خاصة اللونين اللي جايين على الازرق الغامق اه يعني نستحقه انه نحطه مرة واثنين وثلاثة الشادو بايش نتحصله يعني على لون واضح كذلك القوامات تيحهم باودري بارشا فينزل بارشا مش شادو على العين وهذه حاجة مش حلوة بارشا اللون التركيز اللي جاي على المات هو اللون مزيان و احسن شوية يعني الفرمولة متاعه يمكن احسن شوية من اللونين اللي جايين على العزرق حتى اللون الاصفر زداء مش خعب لكن اجمالا يعني الباليت هذي يعني متوسطة كانت نجم تكون احسن شوية افضل شوية كاليتي و جودتها يعني ولو كانت الفرمولة الالوان اللي جايين على المات افضل شوية ولكن للالوان الاخرى يعني الالوان الميتاليك كما قلت هي الالوان مركزة استعمالهم سهل بارشا ومزينين بارشا هوني حبيت نرجع نوريكم اللون هذي كيفاش هو مطفي كيفاش هو باودري برشا كينحطوه معانه اللون مزيين اللون التكواز احسن شوية يعني كينستعمله زهداء اسهل في العين افضل شوية فاللاون زهداء الازرق بالاساسوة روان جميل و مزيين ولكن اخساره لانه اللون مطفي هكيا ينكم وصلنا لاخر الفيديو وكان عجبتكم بليز حطوا لايك وما تنسوا اشتراك او سبسكرايب للقناة نشكركم برشا على المتابعة ونقل لكم مشانا نتلقاوا في الفيديو الجاية